ألف مبروك على أكس مراتي الفيلم ده اللي فيه ضحك غير طبيعي هشام ماجد، محمد ممدوح تايسن، أمينة خليل، مصطفى غريب المجموعة كلها خلت كمال، علي صبحي وانت، وانت، كلكم أنا حسني دخلة أشوف فيلم، انتوا صحاب، روحكم حلوة قوي مع بعض كلكم قلبوكوا إن الفيلم يطلع حلو كلمني عن السكريب ده، السكريب ده كان عندك من سنتين سنتين ونص، الفكرة كانت عندي يعني قولي سنتين ونص الفكرة وبعد كده جبت عبدالوهاب وكيمز اللي بشكورهم طبعا على الفيلم كتبنا الورق، كتبنا الفكرة عجبتهم الحدوتة كان عندي فكرة الاكس دايماً اللي هو هو الناس اللي بتطلقوا أكيد فيه بيحصل لهم يعني التأيين التانين بقى كلنا عندنا اكسات كلنا عندنا اكسات الحياة كمان أقولت اللي بتطلقوا دول أكيد بيبقى عايشين الناس التانية فين بيروحوا فين أو إيه اللي بيحصل لهم فعادنا نفكر في فكرة الفيلم وطلعنا الحمد لله وراء وبعدين هجري شوية أبا هحكي لكم بعدين يعني هكيت هنتسأليني سؤال فهقولك كان فيه ممثلين تانين وكان فيه ترشحات بس كان من أول كان فيه ترشحات غير دول؟ كان أول واحد تايسون طول الوقت في الفيلم من سنتين ونص من أول ما الفكرة جات تايسون وفي الدور ده؟ في الدور ده وبعدين كان فيه كريم محمود محمد إمام ظهر شوية بس في الآخر أسماء كتير وبعدين جينا ليه 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 ما توفقتش مع دول؟ كريم مثلا قعدنا شوية وبعد كده كان ظهر إمام يبقى هو وإمام وبعدين إمام دخل حاجة وكريم دخل حاجة ما كانتش بتثبت ما كانتش بتثبت خالص وبعدين فضلنا حبة كده لحد ما يجينا فوقت من الأوقات أحمد بدوي كلمته قلت له بدوي أن عايز أعمل فيلم فقال لي يلا بينا روحت لأحمد يوسف اللي هو سوكا شهير بسوكا سوكا الجميل وسوكا احنا أخوات وصحابه وعملنا مع بعض جحين في الهند وكابتن مصر وفي نجحات الحمد لله كتير فقلنا يلا بينا نعمل الفيلم ده فجينا روحنا جي هشام ماجد واحنا مصور اللعبة بعد ما خلصنا اللعبة أربعة فهشام قال لي ما تيجي نعمل فيلم سوى قلت له بيقولك يه في فيلم عندي كذا 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 تعمله فقال لي جدا يلا بينا جينا حضرنا الورق هشام بصراحة بقى هشام ده الكلام عنه ما يخلص بيخلصه حعايز سمعين حلقة يعني انا بص ده بعشقه رهيب وبجد مؤخرا اعتقد ان هو من اكتر الممثلين في تطور وفي نجاحات وبيعمل كوميديا حلوة وبموت فيه وبيدي فرصة للناس يعني مش اناني بس بچ gained هو زكي والتتعب نقاد عني في الطريق انا جاية اصلا يا كنت بكلمه في التلفون من شوية اه لا هو هشام مش بقة كلمة كوم Rainbow تعال أكتر لا هو مش ندج هو زكي هو بني ادم هو اسلا انا نجم المسميه لعمل الماني هو الماني هو عطر هشام عطر مبيخزرش ا episódم مبيخزrate مسأكل عاطية ضعيا لنlersذха هنعد نشتغل. خلص الشغل مشي. وممكن بعدها بساعتين تادي جي نعد نعدنا على بلاي سيشن. بس هو دي حاجة ودي حاجة. صح. هو راجل آآ بقوا بيفهم قوي في الورق. بجد عادنا تكلمنا في الورق. عجبوا الورق. طب يلا بينا نغير. طبعا نعمل الفيلم نمشي وعراه بقى. انا عادنا نفكر. طب الراجل ده يبقى خايف طول الفيلم ان هما يقولوشن ده جزه. طول الفيلم هو خائق. فقال لي ما تيجي نعمل ده الفيلم اللي احنا خايفين منه طول الفيلم. ان هو راجل ده خايف قول تايسون ان ده جزه. ان ده اكس امراته. ان ده الاكس بتاعه. فهو طول الفيلم حطينا شكل ومشينا عليه. الفيلم زبط ككتابة وكورق وك يعني الفيلم كنت عامل انا والاولاد عبو هابو كيمز بس مكانش مكانش في حاجة يعني عاملين حدوتة من برا. فعشان جي يلا بينا نحط الفيلم ده بقى انا ماشيين وراه لان الفيلم بقى احلى بكتير. فيلم في موضوع. فيلم فيه تمثيل فيلم فيه دراما فيلم فيه اكشن. اه اكشن محترم. حقيقي حقيقي. فيلم محترم من كله يعني. بصراحة يعني الحمد الله انا عملت في يعني مش عايز اقول تاريخي بقى بقى اش اوفر بس عملت حيات كتير او حلوة. مشواري. انا اه اه مشواري. اه الفيلم ده بجد فيلم حبيته بشكل غريب. يعني الفيلم فعلا تسأيلها كلنا حابين بعض. كلنا عايزين فيلم ده يطلع حلوة قوي ما عاربش يعني. فجأة من اول يوم انا وتايسون وشام بنقعد عندي في المكتب بكرة في تصوير. فنيجي نقعد نقرأ مشهد بكرة. بعده في تصوير. يعني يومين تاتي معناش تصوير وقفنا في نقرأ المشاهد اللي جاية. ايه اللي ما صورنوش و ايه اللي هنصوره. عايزين نعمل فيلم حلو. كلنا وامينا بصراحة كانت بتيجي تشاركنا الاعادات. اه طب ما نعمل هنا كزا. يلا بنا انا مش عارف ايه. طول الوقت عاديم بنذاكر الفيلم جدا. فبصراحة يعني يا رب يكرمنا فيه جدا. ويبقى توفيق ربنا ان احنا تعبنا. لانه هو الفيلم ده انا مثلا بحضره من شهر تمانية. عادت نحضر فيه نكتب السيناريه حد شهر اتناشر. هشام دخل مسلسله. اشغل الشقة. وبعديها خلص هشام دخلنا صورنا. مم. فصورنا خلصنا الفيلم نزل. يعني ما كانش في وقت. مبسوط التوقيت اللي نزل فيه الفيلم ولا كنت تحب ينزل في وقت تاني? اه كان مسلا قبل ما نزل باسبوع بس. اكتر مش اكتر. كان نفسك ينزل باسبوع. بس اه. يعني كان نفس يوم امتحانات سنوة عامة كان ينزل بعد ما تحانات سنوة عامة خلصت كان نفس ينزل. هو نزل اسبوع اللي بعدها. مم. التوقيت بالنسبة لي الحمد لله حلو. فيلم في الصيف لان الصيف طويل ولسه الافلام شغالة والافلام يعني خلاص الناس شافتها بتاع فعايزين نشوفوا حاجة دي ده فده عاجبني بصراح. مم. توقيت ده من عند ربنا بقى هو اللي زبط. جدا. اه الوقت. اه الوقت بتاعه. ايه صح. عايز اقال لك سؤال مين اللي اختار اسم اكسمراتي? انا الاسم بقى. اه. نسيبك بقى من كل ده. صح. انا اسم الفيلم عاجبني جدا. لا وعاجبني اوي. حلوة اوي. وتروة اوي. حقيقي جدا. اه الاسم من اول يوم الفيلم اسم اكسمراتي. اه من اول يوم. من اول ما قلنا الفكرة اه اشتغل عبوهابو كيمز جمه اللي جابه بالنسخة وكتبه على اكسمراتي. مين اللي كان اختار الاسم? عبوهابو كيمز. اه. اه. يعني هما الاتنين اختاروا اكسمراتي دي وخلاص مش عارفين نغيرها وعدنا نقول طب نغير طب قلنا هيفضل فيلم اسمه كده. يعني بعد ما هشام جيه وتايسون وعدنا نقعد نقرأ وقول هو ده الاسم الحقيقي اه هو ده الاسم الحقيقي مش يفعل غيره. اكتر مشهد استمتعت بيه وتحكت فيه من قلبك بجدوى الفيلم فيه كم من الضحك غير طبيعي. بس اكتر مشهد انت وانت بتصور. اه بصي في مشاهد صعبة بصراحة في مشاهد فيها اكشن عادنا نصورها في نحضر لها عادنا نعمل تلاتيام بروفات وده اللي حقيقي يعني احمد يوسف سوكا ادينا الفرصة دي والاوبشن ده ان احنا نقعد نحضر. يعني بكرة يعني عندنا مشهد اكشن عادنا يومين بنيجي تكلنا في المعاد ونقعد ونجيب الناس عطى الاكشن ونجرب البروفات على اللوكيشن وانه هيبقى فيه هنا كزا وهنا كزا وعرات كزا يومين بنحدد لحد ما راح نصورناه. هو مشهد ده صورناه في يوم واحد بس. اه هو شوت واحد. انا كنت عامل مشهد اكشن البيت بيكسر وعايز عامله وانشوت والبيت كله بيكسر. وبالدور اللي فوق وبنطلع الكاميرا تطلع معانا الفوق. لحد ما البيت كله بيكسر في وانشوت. فجينا سواره مشهد ده ومشينا. انا هو مشهد ده صور نورة واحدة. في يوم وخلاص. بس. عادنا يومين قبلها نحضر له. اه انا رغيت كتير بس لسيت السؤال. اكتر مشهد كان بيدحكك. اه اكتر مشهد بدحكتني. اه مشهد عيد الميلاد بتاع هيشان. اه عيد الميلاد ولما مامته وبابا مدام قول فات امام ستقولها يا ساز عماد رشاد. لما بجول البيت. مشهد ده مشهد ده اصلا على الورق ستاشر صفحة. يعني طويل جدا. بس احلى من احلى المشاهدات في الفيلم بصراحة. يعني فيه خروج وبنخرج وبندخل تاني بس هو مشهد اكتر مشهد بدحكك في الفيلم.